السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا فيكم عزائنا المشاهدين اليوم إن شاء الله بإذن الله نكمل حديثنا عن هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة بالأمس توقفنا عن ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام طبعا حيقول أي أحد إنه حيعلمنا الصبر بس لو إحنا جينا شفنا إنه إيش معنى الأيام هادي طبعا هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض كان اليوم قصير جدا يعني دا حين أقول لكم إحنا اليوم عندنا كم ساعة؟ 24 ساعة صح؟ طيب اليوم دا ينتج عن إيش؟ الليل والنهار ينتج عن إيه؟ عن دوران الأرض حول نفسها لمن تدور الأرض حول نفسها بينتج عنه الليل والنهار أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض كانت خفيفة ما كانت عليها الجبال ولا كانت عليها الهادي فكان طول اليوم في الأرض أربع ساعات النهار ساعتين ولا للساعتين؟ يغلك بسرعة سبحانك يا رب فتخيلوا لمن في ستة أيام الله سبحانه وتعالى فهو خلقها في يوم من أيامنا إحنا كل السماوات والأرض طبعا قد يقول قائل آخر أن هذه الأيام بأيام الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنتين مما تعدون ولكن لما نجي نشوف المعنى دا أنه الدوران حقها كان سريع حتقولوا إيش يعني الدوران سريع إحنا ما هي جاية على بالنا ولا إحنا فاهمينها طب إيش؟ حنقرب الموضوع أكتر إحنا دا حين بنعرف أنه أقرب كوكب للشمس إيش هو؟ عطارد طيب عطارد هذا ما في حياة هو أقرب كوكب تعرفوا أنتوا أنه اليوم في عطارد يساوي تسعة وتمانين يوم أرضي دا اليوم في عطارد اليوم الواحد يعني عبل ما عطارد يلف حولين نفسه ويجي الليل والنهار عنده بيأخذ تسعة وتمانين يوم أرضي طب والسنة؟ السنة عند عطارد خمسة وتمانين يوم أقل من نفسه اليوم خمسة وتمانين يوم أرضي هتقولوا كيف الكلام دا يعني إحنا ملخبطين هقول لكم لا هو عطارد ما له علاقة دوران الأرض حول نفسها الكوكب حول نفسه ودوران الكوكب حول الشمس نفسها دوران الكوكب حول الشمس سريع لأن عطارد قريبة جدا من الشمس بينما دوران الكوكب حمل نفسه ويجي الليل والنهار لذلك عطارد لا تنفع الحياة فيه لأنه المنطقة القريبة المواجهة للشمس بتكون حارة جدا والغير مواجهة للشمس بتكون باردة جدا عشان الأيام مرة طويلة عندهم بس تغلق السنة عندها تغلق الفصول كلها عندها بسرعة طبعا ما في حياة لا في ماء ولا يستطيع أي كائن حي أن يعيش فيه لذلك الله سبحانه وتعالى هيأ لنا الأرض هو الذي جعل لكم الأرض دلولا هذه اللي بذلل لنا هي الله سبحانه وتعالى ذلل لنا الأرض جعل لنا القشرة الأرضية تخيل بالله تخيلوا كلكم لو كانت الأرض كلها معادل هل كنا نستطيع أن نعيش فيها؟ كانت حارة ولا نستطيع أن نزرع فيها وتسيح الحرارة لكن هيأ لنا القشرة الأرضية سواء كانت صخور جبال تربة ليه؟ لأنه هو الذي جعل لكم الأرض دلولا من تدليل الله لنا الأرض إيش؟ دورة الأرض لو جد سألتكم سؤال كم دورة للأرض؟ البعض حيقول لي دورتين طيب ما هي هذه الدورتين؟ هتقولولي دورة الأرض حول نفسها ودورة الأرض حول الشمس لا في دورة تالتة إيش هي دورة تالتة؟ الدورة التالتة إحنا عندنا دورة الأرض حول نفسها أباكم تتخيلوا معايا الموضوع طيب الأرض بتدور حول نفسها بينتج عنه إيش؟ الليل والنهار وفي نفس اللحظة بتدور حولين إيش؟ الشمس وبينتج عنها إيه؟ الفصول الأربعة في نفس اللحظة الأرض والشمس والمجموعة الشمسية تدور في المجرة حقتها ليه؟ الملكوي أو مجرد دربة تبعنا؟ أبغاكم تتخيلوا بالله عليكم الأرض بتدور حولين نفسها بسرعة 15 ألف ميل في الساعة وبتدور حولين الشمس بسرعة 20 ألف ميل في الساعة والشمس والأرض والنجوم اللي حولينها بتدور حولين المجرة بسرعة ملايين في الثانية طيب حسين بهذه الدوران؟ دخته؟ حس الإنسان بالدوار؟ ما حس بيها ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما نجعل هذا الدوران كله في نفس اللحظة جعل لنا شيء اسمه إيه؟ الجاذبية الأرضية إيش الجاذبية الأرضية دي؟ دي ربنا خلقها علشان تهيئ لكم الأرض يا جماعة أبغاكم تعرفوا كيف ربنا يحبنا أبغاكم تعرفوا قديش ربنا عظيم سبحانه وتعالى يدبر الأمر لو تركها علينا إحنا والله ما كنا نعرف ندبر هذا التدبير جعل الجاذبية الأرضية وأظنكم أنتوا من بتروحوا الملاهي والألعاب هادي في اللعبة اللي هي الهولوكوست هادي الكوستر من عرفش اسمه اللي هي بيحطوها بتجرب سرعة ليش لما نحطوكم تربطوا الحزام ليه؟ لأنه ممكن الإنسان يطير أخدتوا أنتوا في الفيزياء أنه أي دوران يعمل عملية قوة طرد مركزية ويطيرها طب إحنا طرنا من الأرض ما طرنا أبقى أقول لكم شيء زمان وإنتوا صغار وأنا من ضمنكم يعني ما حقول إن أنا والله إلا أما فكرت هذا التفكير ما تكنتوا تتخيلوا طب هنا الكرة الأرضية اللي فوق قاعد كده طب اللي تحت كيف؟ اللي تحت راسه كده ولا رجله كده؟ طب كيف موجود؟ ما قد أتخيلته ده؟ طبعا نحنا بنشوف أفلام الكرتون وكلنا نشوف طب هذا اللي هنا فوق كده واقف والأرض من هنا طب وهذا كيف؟ هل هو ما أقول قاعد كده من رجله ورأسه لتحت؟ ما قد أتخيلته ده؟ أنا متأكد أنه الكل تخيل معايا والكل كان يفكر ده التفكير بس ما حاولنا نبحث فيه بس لأنه الجاذبية موجودة فما فرقت معانا الناس كلهم كده وكده وكده ما فرقت لأنه في الجاذبية الجاذبية هذه موجودة كيف دي الجاذبية سبحان الله؟ الجاذبية دي حتى في الدم يعني الدم بيطلع من الرجول ولفوق من أسفة من القدم للدماغ والدورة الدموية دي كلها ماشي عن الجاذبية الجاذبية دي لو زادت شوية إيش حصل فينا؟ ما حنده نتحرك ما حنده نتحرك من مكاننا حنرفع رجلنا بكل صعوبة الدم حينزل تحت عند الأقدام ما حيطلع في الدماغ حتصير معانا مشاكل قدش كترها ولو خفت شوية حتقول الله مرة حلو نطير ساعتها ونمشي وإحنا بنطير بس ترمهي حياة تخيل كيف حتشرب الماية؟ الماية حتكون طايرة كل واحد فينا طاير سريره طاير أوراقه طايرة ما هي حياة دي؟ لأن الله سبحانه وتعالى هيا لنا الأرض فجعل جاذبية الأرض بطريقة معينة بمقدار معين وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى أحبائي أبغاكم لما تقرأوا القرآن تفهموا إيش الآيات وتستشعروها تستشعروا عظمة الله طب أقول لكم شي تاني حقا هو الذي يجعلكم أبغا ذا لولا في أيضا دورة النبات هتقولوا إيش دخل النبات في إنه ربنا ذل لنا الأرض؟ أبسألكم سؤال كده هو سؤال علمي كده شوية أنتوا هتقولوا البرنامج قلب جغرافيا وفلك وهذا؟ ليه؟ لأن الإسلام داخل في كل أمر من الأمور الإسلام دين يدعو للعقل ويدعو للتفكر يدعو للتأمل الإسلام ما هو دين بس أقول لك أقعد في مكانك وأمسح سجادة وأجلس صلي وأمسك سبحة وأقرأ قرآن بس الإسلام دين العلم دين التفكر دين العقل دين الإحساس بعظمة الله تعالوا نرجع مرة تانية للنبات لحصة العلوم حقتنا خرجنا من الجغرافيا هندخل لعلوم إيش العلوم بيقول لنا؟ أريد أن أسألكم سؤال النبات إيش يتنفس؟ أنا أريد أن أسمع إجابات أسمع أو لا أسمع ما أسمعها طبعا لكن في بعضكم سيقول تنفس ثاني وكسيد الكربون طبعا خطأ النبات لا تنفس ثاني وكسيد الكربون عملية الغذاء تبعت النبات طيب اللي نسميها عملية التمثيل الضوئي إيش فيها؟ يحتاج النبات إلى ثاني وكسيد الكربون يحتاج إلى الضوء اللي هو الشمس يحتاج إلى الماء إلى التربة إلى مادة الكولوروفيل اللي هي المادة الخضراء هذه اللي بتعطي عملية الغذاء تتم العملية دي متى في النهار طيب وفياخد هو ثاني وكسيد الكربون ويخرج لنا الأكسجين طيب هنا حيجي على التنفس التنفس يتنفس النباتة الأكسجين صح؟ طيب يأخذ أكسجين ويخرج الثاني وكسيد الكربون بس التنفس حقه يكون متى في الليل في الحلقة القادمة هنتعرف إيش أهمية الكلام اللي أنا قلته دا هل هو فعلا يدخل فيه هو الذي جعله مأرضا ذلولا أم لا يدخل فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شيء المتواجد حقية وفايا حسر